موسيقى مساء الخير كلنا عارفين ان فترة الخطوبة معمولة عشان كل واحد يعرف عيوب ومميزات الطرف التاني يشوف اذا كانوا متفاهمين هيقدروا يكملوا مع بعض ولا لأ خصوصا ان مش كل الناس بتتغير بعد الجواز او محدش بيتغير اصلا لقبل الجواز ولا بعده كل واحد فينا بيفضل على عيبه الا من رحمه ربي نسرين بطل القصة حقيقية النهاردة ما اكتشفتش فخطبها عيوب لكن اكتشفت في شخصيتها هي عيوب ما كانتش تعرفها قبل كده مش مجرد عيوب بليه علاقة بالعصبية او الغيرة الزايدة او اي عيوب ممكن الواحد انه يشتغل على نفسه لحد ما يغيرها نسرين اكتشفت ان هي بتحب لدرجة الجنون والجنين ده وصل معاها لمرحلة انها بعثة بتقول لنا بحس اني عايزة احط الخطيبي سم في الاكل او اقتله مع اني بحبه هو في حب ممكن يوصل للدرجة دي طب في حاجة اسمها كده تعالوا نسمع حكايتها من اولها ونشوف نسرين بعثة لنا تقول لنا ايه اسمي نسرين في العشرينات من عمري مشكلتي الاساسية اللي ببعتلكم عشانها النهاردة هي الحب اللي طلع مني اسوأ ما فيه ومش عارف ممكن ياخدني الفين اتخطبت من فترة لشاب محترم زميلي في الشغل وانا معاه اكتشفت في نفسي حاجات كتير حلوة وحاجات كتير وحشة برضو اولها ان انا شخصية متقلبة المزاج جدا وبعمل معاه تصرفات كتير اي بنا قدم طبيعي ما يتحملهاش وكمان عندي سلوك عدواني وافكار صعبة قوي بتظهر في دماغي لما بتخنق معاه او اغير عليه عشان شفته مثلا بيكلم زميلة لينة او ضحك على حاجة قالتها ساعتها بحس اني عايزة احطله سم في الاكل او اقتله مع اني والله بحبه جدا يعني ايه غريبة قوي بتحبيه وعايزة تحطيله سم في الاكل طب ازاي ما تيجو نكمل مش عارف مش عارفة هتصدقوني ولا لأ لو قلتلكم ان انا مش عارفة الاجابة مش عارفة ليه وازاي ازاي ممكن افكر في حاجة زي دي بس ده بيحصل جوايا بشكل انا بتفاجئ بيه ورغم كده خطيبي هو الراجل الوحيد اللي حصيت معاه بالامان اكتر من ابويا نفسه بس بحس طول الوقت ان انا عندي دوافع انتقامية من الرجالة وبطلعها فيه مع اني برضو والله بحبه وماليش غيره وهو بيعرف يحتويني لكن رغم احتواءه ليه احيانا بحس ان هو بيتعمد يهملني فعز ما بكون محتاجة اهتمامه جد جد جدا لان انا من جوايا وحيدة ولما هو بيختفي شوية صغيرين بحس بانهيار تعرف يا سالي انا قلبي بيوجعني بسرعة لما بيسبني بس لما بيقرب بفضل كل شوية تخانق معاه لادفع الاسباب ومش عارف اتحكم اتحكم ازاي في اعصابي وساعات بحس ان عندي عقد نفسية ومش عارف احلاها وبضيعه من ايدي واللي رعيبني اكتر ان زملتي في الشغل معجبة بيه وكل شوية بتحاول تقرب منه بطريقة بتستفزني وهي قصدة كده على فكرة فبلاقي نفسي متخانق معاه وبنكد عليه وافضل فترة مش برد عليه وبعيد عنه وعمله بمنتهى الاسوأ وبعد كده ما تحملش بوعدي عنه واروح راجع عليه نسرين صعب قويل انتي بتقوليه داي نسرين لدرجة انه خطيبك صعب علي طب هو ما حاولش يساعدك في حل المشكلتك النفسية دي ما حسش مثلا انه انتي عندك ازمة محتاجة علاج محتاجة مساعدة تعالوا نكمل خطيبي طلب مني خالص لان انا كبنت لازم اخاف واحذر وكون حريصة في التعامل نسرين هو فين الحرص فين الحرص في اللي انتي بتحكيه ده ومنين ما عندكش ثقة فيه ومنين انه هو اللي بيديكي احساس بالامان وبتحسي معاه دايما انه بيحتويكي وبالامان ازاي تعالوا نكمل انا تجننتي مرسيل ايوه هو اللي بيديني الامان انا معترفة ومعترفة كمان اني بحبه ومحتاجة ليه دايما بس مش معنى انه اداني الامان ان الامان ده هيفضل معايا طول العمر ما الناس بتتغير وبتبيع في لحظة يبقى احساس الامان ده ما ينفعش يفضل على بياط كده من غير حذر ده غير عيب تاني فيه لازم اقول عليه خطيبي عصبي جدا وبيفهمني غلط احيانا يعني احنا اللي اتنين فينا صفات غريبة بس انا حاسة ان اللي فيه ده عقد نفسية مش مجرد طباع وخلاص عكس عيوب خطيبي اللي تعتبر طباع ممكن تتغير مع الوقت طب اقولك يا نسرين انا هحاول كده لتمثلك اعذار طب مش يمكن العقد دي تكون مرتبطة بمواقف او تجارب حصلت وحشة او حاجة صعبة مثلا مارتي بيها في طفولتك قصرت عليك تعالوا نكمل هنعرف مش هنكر طبعا انه كان ليه الطفولة اسية جدا والدي واخوالي عملوني زمان بمنتهى الوحشية وعملولي عملية ختان غصبة عني وكمان كانوا بيظلموا امي وبيعملوها بطريقة غير قدمية وبيحبسوها لوحدها في قوضة ويفضلوا يضربوا فيها وخلتي كمان حبسوها قبل كده لحد ما خلوها قصة شعرها ما ترحمتش منهم غير لما اتجوزت وبعدت بعيد عنهم وكل الرجال اللي بصادفهم في الطريق او الشغل بشوف شخصياتهم بشعة متحرشين ونقصين حتى لو معاهم فلوس كتير قوي وكمان بيرموا علي كلام وانا ماشية في حالي وشغلين نفسهم باين مع اني مختصرة جدا في الكلام باختصار يا سالي الرجالة عاملين لي أزمة في حياتي ده غير اني كمان بكره الستات وببنات عشان شفت منهم تصرفات قفلتني شفت منهم كمية خبس غير عادية ونفسانة انا حرفيا بكره الستات وببنات وبالمرة بقى بما اني فتحت قلبي وقررت اتكلم عايز اعترف اعتراف تاني انا لا انجابية مش بحب الاطفال خالص الاطفال الوحيدة اللي بحبهم في حياتي هم اخواتي وبس غير كده لا عمر ما كان نفسي يكون عندي طفل او احمل او اخلف زي ما بتحلم معظم البنات بخاف كمان ان شكل يتغير بسبب الحمل وجسمي يبوز وبشرتي وشعري وافضل اردع وغير الحفظات والهموم دي كلها وانا مفروض ما اخلفش طالما انا لا انجابية ولا الشعور ده ممكن يتغير مع الوقت يعني انا دلوقتي بكره الرجالة كلهم معادة خطيبي واسد زيتي في المدرسة والكلية والشغل وبكره الستات والبنات والاطفال معادة ماما واخواتي اعمل ايه في شخصيتي دي واعمل ايه في حياتي مع اللي حوالي يا طرى بعد كل اللي سمعتو ده مني هل في حل ان اتخلص من الافكار الوحشة اللي بتجيلي وعيش مع خطيبي بشكل طبيعي طب هل في حل اني مكرهش قولولي اعمل ايه دي عيزالها تنهيدة جمدة دي لحد هنا خلصت رسالة نسرين رسالة كلها سراع نفسي عرفت حس انه ايه كل الاطراف صعبان علي السؤال دلوقتي يا طرى اهل بقى نسرين زي بابها واخوالها عارفين هم عاملوا ايه في بنتهم طب الحالة الصعبة اللي هي فيها دي ليها علاج طب وده اسمه ايه ده مرض وده اسمه ايه وليها خايفة ده خوف طب هل ينفع تتخلص من كل الافكار البشع اللي بتجيلها دي لدرجة اني تفكر اني تقتل حد بتحبه عايز تحط الخطيبة وعاصمة في الاكل او العصير او اي حاجة طب هل ينفع انه الكره اللي جواها ده ناحية الناس كلها ليه؟ بقى بتكره الرجالة والستات والاطفال الحمد لله ما اتكلمش عالحيوانات ما خلتش حاجة والسؤال الاهم خطيبة بقى اللي هي مرتبطة بي في خطر على حياته ممكن تعمل له حاجة بجد غزبا عنها لان انا حاسة ان فيه عارف لما يجي يقولك بالانجليزي كده it's complicated في حاجة معقدة جدا انا مش فاهم انا مش فاهم يعني انا انا بعطة لو مش فاهم ما ده اسمه ايه فاحنا محتاجين اهل العلم اهل الخبرة المتخصصين عشان نجاوب على كل الاسئلة دي استنونا بعد الفاصل قصة النهاردة عن عقد الطفولة اللي بتخلي جوانا وحش بيفضل يكبر ويتغزى على همومنا ومشاكلنا لحد ما يعلن عن نفسه لما نكبر ويظهر يبتدي بقى الوحش ده يظهر جوانا بيكون في كامل قوته والسيطرة عليه بتبقى صعبة جدا وده اللي حصل مع نسرين بطل القصة حقيقة النهاردة نسرين بعتت تقولنا على خاطبها بحس اني عايزة حطله سمه في الاكل او اقتله مع اني بحبه ورغم انه اكتر انسان حسسها بالامان بس هي طول الوقت خايفة لاحسن يسيبها بتتعمد تبهدله وتعامله باسوة ده غير انها هلاقي انجابين وبتكره الاطفال وكمان بتكره الرجالة والستات بس لما حكت بقى حكايتها عرفنا ايه اللي حصل اتعرضت لاخيتان وهي الطفلة بالعافية شافت بابوها واخوالها وما بيدربوا مامتها وقصوا خلتها شعرها او خلوها هي قصت شعرها من كتر القهر لحد ما اتجوزت وبعدت عنهم عشان كده ومنورنا ومشرفونا النهاردة دكتور امل محسن استشاري الصحة النفسية عشان نشوف هنعمل ايه مع نسرين ازيك يا دكتور امارك يا موالي وانتي كمان منوروني نورك يا روح قلبي ايه رايك في قصة النهاردة في حاجة اسمها من الحب ما قتل بوسي احنا مع بعض بقالنا قد ايه انا اول مرة احنا بقاوا مرة اكاد بانوتشا ما يفوتنيش حاجة في بوينت مرعبة جو اه في حاجات لازم نقف عندها اول حاجة هتكلم عليها المراية يعني ايه المراية يعني الانسان صحته وافكاره وتصرفاته هي مراية للشيلة بتاعته اللي جوه كويس فهتلاقي انه اللي هي النسرين بتكتبه ده هي مراية للحياة اللي هي عاشتها الطفولة القهر تفرقة بين الرجل والمرأة المرأة المقهورة او الطفلة المقهورة ما عندهاش طبعا زكرة الامان اكتر من مرة صح وقالت ما فيش حاجة مضمونة اكتر من مرة وقالت على البنات ان هم منفسنين وخينين وكلمات بوسي وقفت عندها جدا فواضح ان هي ما عندهاش اي شيء ايجابي فكرة او مش فكرة فحياتها فهم قصدي يعني هي طفولة حزينة وبالتالي هي في حاجات فكرها حكيتها ايه بس في حاجات تانية هي مش فكرها لانو في حاجات بتحصل واحنا اطفال مش ممكن نفتكرها الختان بيعمل ايه في البنات الختان دا دا خدتي بالك لما قالت الرجالة بيتحرشوا كلهم بيبصوا لي الختان دا واحنا اطفال احنا مش فاهمين اصلا دا بيحصل عند الاطفال فالختان دا لما بيحصل بيعمل نوع من عقد التحرش يعني جزء هو بيعمل كذا عقدة بس هم اتحرشوا بيها فهم قصدي طفلة كل تعرفوا عن اللعب ومفروضناها بتلعب ولمفروض كده فده بيعمل حاجات بقى كتير قوي بيعمل عدم احساس بالامان وخيانة اهلي خانوني طبعا سببولي الم كلام دا بيحصل من غير بنج الم مبرح ليه بيحصل من غير بنج كما ما رأفش في الارياف وفي الصين ايه اللي افترة دا على فكرة انا واكيد اي واحد معه معه مش رد دا حلق صحة اه مش دوكتر حاج انا شفت حالة يعني وانا طفلة شفت عن بل جرين في اسكندرية الناس بتصرخ 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 وفي الاخر حد شرح لي يعني انه ايه الرعب دا لانه احنا كنا سكين في الدور التاني والدور هما في الدور الارضي في العمر اللي قدامنا فانا بشايفها ستات لبسة اسود وعملين دايرة سودة كده وفي حد بيصرخ جواه ومش رأي ما فيه هلده حد ما يتهلده كطفلة فهو رعب 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 ومن غير بنج اساسي دا بيجي من ايه من غير بنج اه طب تعليب عن الشقة النفسي هي طبيعي اللي يحصل لها كده انها تكره نفسها وتكره اهلها وتكره المجتمع تكره رجالة وتكره الستة وتكره كل ناس بتكره كل حاجة حقاها لانه هي ما شفيتش حاجة حلوة من اي طرف اه طب محدش حتى نجدني منك وتبتعملوا كليه لما حبت بقى لما حبت هي اولا استوقفني جملة برضو الحب طلع اسوق ما فيا مش حقيقي الجملة دي مش صح يا نسرين الحب تطلع كل المعاناة اللي جواكي انتي مستغربة انتي ازاي بتحبي وازاي بتتعذبي كده مع انه المفروض ان الحب سعادة او الحب بيجيب حاجات حلوة ده معنان ارتاحت يعني الحب ما طلعش حاجة وحشة منك انتي ما عندكيش حاجة وحشة انتي عندك معاناة يعني دي كلمة انا بوجهها لنسرين يعني سرين انتي ما عندكيش حاجة وحشة انتي عندك كل خير اه انا مش ريفة انا فيه اي معارض بس الخير عليه شوي التراب التراب ده مغطي على الخير اللي انتي مش واخدة بالك منه يعني صدمات 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 كوينت بلقاتها بقى لم تخرر ولم تتعالج ايوا كده فيه حاجة بقى كمان عايزة اقولها علم النفس بيقول ايه صدمة انكار استراتيجي لحظة الصدمة العقل اللاواعي بيبني طريقة استراتيجية يعني طريقة يحمي بيها صاحبه من لحظة الالم الشديدة دي زي ما بتشوف حد عنده defensive mechanism او بيصد الناس او بيتعمل بهجوم او كده عشان هو شاف يعيني حاجات وحشة بالزبط كده ده بقى اللي انا عايزة اقول فهي ايه اللي حصل هي قلم مع قلم مع قلم بقى عندها طرق تحمي بيها نفسها زي العدوانية زي فكرة هحطره سم في الاكل هي يعني ايه هحطره سم في الاكل عايزة اكسره ثانية واحد ليه فانا هقولك اهو هي مش مستعدة تحس بلحظة ضعف اوكي تحت الجملة دي 17 الف خط هي مش ينفع تحس باي لحظة ضعف الحب حسسها بانسانيتها وحسسها بدع مش عايزة اقول ضعف بس هو الحب انك بتسلمي لحد مشاعرك فكل ما تحس بالتسليم تكون متغازة انا مش مفروضة عمل كده لا بس الحب يا دفت لا يا موكي تقولي ضعف الحب ضعف حلو يا لما تلاقي عيالك مثلا عارفة لهم بيعملوا بيعملوا مش عارفة اذا اقولك عارفة لهم عارفة لهم بتقولها كده هو خلاها ضعيفة بالزبط كده صح بالزبط كده وهي عايزة با دايما انشارج او ان كونترول بالزبط كده لان هي عانت بما فيه كفاية فهي دايما واخد وضع محدش يقرب محدش يهاجب محدش يلمسني محدش 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 هي دي اللي ادارت بيها حياتها يعني من كتر ما بدأت تخاف عليه حتى من زملت اللي بتقولك بيدحك عادي لما حد يقول الافيه ونتحك كلنا فين الحب اللي فيك بتقولك انا باللوقتي غيرونا عليه ومش عايزة يكلم حد ليه دي ممكن تكون معجبة بيه ليه الانسان اللي بيقعد يشك ويغير ده ده انسان نرجع تاين نقطة الامان فقد هي فقدت الامان في لحظة الختان وفقدت الثقة في ابوها وفي امها وفي كل الناس لانه دي طفلة بتتاخد من غير شرح وافي ايه اللي بيحصل فيها وبتتعذب لمدة دقايق حرم عليك والله وما بتفهمش غير بعد بقى سنين بتفهم ايه بتفهم ويجيالكو البيت وهي متطلقة عشان جوزها مش مرتاح ومش مبسوط وراح يدور على حد تاني واحنا نقول ان احنا بنعفها ولا انتو بتعفوها انتو بتدروها بس العفة مش في كده العفة في التربية رب وعيالكو بطلوا تعملوا كده عملنا حملات توعية عملنا دورنا كأعلام عملنا اللي علينا كله جبنالكو ده كاترة نفسين انا عمل ايه تاني الختان هنا شو دال والاخلاق هنا تربيا وكل حاجة هنا والتدين هنا وكل حاجة هنا لا بازالة جزء من جسم حد ولا بتعذيب حد ولا بيهانة حد ولا باي حاجة كل حاجة بتربي عقد ما بتربيش اخلاق صح يا دور بتربي عقد صح ده المامتها وخلانها يعني ده ملوك الخال والد لحتى لما بيكون عندنا مشاكل مع بابا وماما بنروح للخال او للعمة او للعم فبرضو الخال بيدرب اخواته البنات واحدة حلقة شعرها بسببهم قصد شعرها مصدر الامان في حياة البشر الاب والام وساعات الجدود بعد اب والام بيبقوا الجدود وبعد كده ممكن تبقى عامة او خالة او خالة فهي كل الرجالة اللي في حياتها اللي هما المفروض يكونوا ضهري وسندي وكده ده مش شافت ان هما خينين او غضرين عادي ان هي تحس بالامان مع خطبها اكتر من ابوها ايوة لانه هي هي حصل عندها شعور مش شبه شعور تاني عاشته اصلا يا ده مش احساس بيوجع انه او يا غلط هي حصل بالامان مع خطبها ايوة قصدي كده حصل مع خطبها اكتر من ابوها ايوة لانه هي ابوها فيه مشكلة يا سالي ابوها مش سوي واخلانها مش اسوية طب يا ليه خايفة بتقولك كل الناس غضرين وما ممكن يقلب عليها في لحظة لانه هي فين ما بقولك تاني الاثار المتدرتبة على الختان الانات ان كله خني ان كله خني خدوني غدر وعندها احساس بالتحرش واحساس يعني من عقد يعني شبه العقد اللي بتيجي من التحرش وشبه غير العقد اللي بتيجي من الختان وغير الطريقة اللي خدوها بيها بتقول وهي كده بتغصبا عني اه طب طب هو خطبها بيحبها بجد خطبها اكيد بيحبها ليه بقى لانه مستحملها هو مستحملها ليه لانه بيحبها استحملها كله ليه هيستحمل لحد امتى يعني هي بس لازم تكلمني بقى سرع وقت ممكن صحيح عشان تهدى وتتزبط شوية ونخف الشيلة بتاعتها دي نشيل طب يعني عندها طبقات هتشري كم طبقة من او نمسح اه نازم بقى نجيب من جوة كده من اخر من احنا من او ما تفتكر ثلاث سنين سنتين نجي بقى من اخر العمق بس حالي بالك يا دكتور يعني اني تشرح كل ده بالنموذجية دي يبقى هي بالشطرة دي كمان يبقى هي خلاص هي مستعدة صح او عرفتي عندها ايه فاي بتساعدك ده اللي انا عايزة اقوله بقى حينجي انه نقطة بأول حاجة عملتها صح في حياتك يا نسرين انك قررت تفتحي قلبك وتتكلمي وتطلبي مساعدة عرفة ده حصل لي يا نسرين لانه الطرق اللي انتي هما بيعلمونا كده في علم النفس لما قلتلك صدمة انكار استراتيجي استراتيجي جيب تحميني وبكسب من وراها طول ما انا بعملها اول ما بتدي اخسر وان الطريقة اللي انا بدير بيها حياتي دي مش بتكسبني زي الاول او مش كفاية ساعتها الانسان بقى لما ربنا يفتح عليه قرر انه هو يطلب مساعدة يطلب الحكمة من اهل الحكمة او يطلب الرأي من اهل المشهورة فهي فضلت تدير حياتها بالسرعات وبالعنف وانها متكلمش رجالة وانها متكلمش اطفال وانها متحالفين وانها متحالفين وفي حالها والعنف ومتحبش بس غير ماما واخواتي والمدرسة بتاعتي وكده محدودة جدا فاول ما بدأت تحس انه دا مش كفاية وانها هي هتخسر الشخص اللي حبيته وحبها فبدأت تفكر انها لازم تدير على طريقة جديدة تدير بيها حياتها هو هيزهق امتى طيب؟ مين اللي هيزهر؟ خاطب هيزهق هيزهق امتى؟ انا بخاف من الحاجات دي انا صعبت علينا ما هي صعبان علي ليه بقى؟ لان هو كمان جميل وبيغششها بيقول لها لما نتخاني زي ما انا بحاول احتويكي احتويني وطب طب هي بتخاف تدي لانها قالت هي اتخزلت في كل المقربين فهي خايفة توريله قوي هي بتعشقه وبتحبه وتسلمله فتتأذي منه تاني فهي مش عارفة تكون معا مش عارفة تسلم مية في المية تسلم نفسيا ممكن هي تبقى شوية يمكن تكون بيبولر يعني ايه بقى ديفاين بيبولر يعني ايه بيبولر يعني ايه بيبولر يعني ايه بيبولر في كتير مننا كده ومش عارفين الكلام ده حاضر يعني ايه بيبولر يعني بالعربي تفسيرها ثنائي القطبية يعني ايه قطبية يعني ايه يعني انسان كلنا عندنا طاقة الطاقة دي معكوسة يعني الانسان بيشتغل عكس نفسه ثنائي القطبية يعني عنده شخصيتين عنده شخصيتين يعني إيه عنده شخصيتين يعني الشخصية الحقيقية بتاعته اللي ممكن تبقى واحد اتنين تلاتة فيه حاجات كتير كويسة أكتر من الوحشة والشخصية التانية اللي نتاجت عنه معاناة معينة فممكن تلاقي الشخص ده ساعات كويس جدا وهدي جدا وعطوف جدا وكل حاجة جدا وبعدين فجأة فيه يحصل تريجر يحصل حاجة تنكش الصدمات هو تعريف البايبولر باللغة بتاعتي بتاعت العلوم بتاعتنا صدمتين بينهم وقت ممكن من نص ساعة لعشر سنين فصدمتين اكتف يعني اكتف يعني ما تحرروش واحدة سماعت لما حصلت في فص المخ اليمين والتانية سماعت في فص المخ الشمال وعملت علامة كده انتي عارفة فيه احنا عندنا كل ناس عندها فصين مخفص مسؤول عن المشاعر والرومانسية والابداع والبداع والفص التاني الفص الواقيعي بتاع الفلوس والورق والخطوات اختصارا يعني فلما بيحصل صدمتين ويبقوا اكتف يعني اكتف تحت اكتف دي عشرين خط ما تحرروش خدت بالقلم وانا صغيرة عندي سبع سنين وحد تب تب علي وبعدها بنص ساعة اتزحلقت في الارض او بعدها بساعة اتزحلقت اتنين حاكتين وحشين انا فكرة حاجة كويسة وحالهم لا حاكتين صدمتين صدمتين اكتف اكتف يعني اكتف يعني نشطين شغالين بس لما حصلوا لسه بيوجعوني لحد النهاردة عشان الناس تبع فهمها لما حصلوا لسه مقصرة علي يسا لما حصلوا في تسميع في فص مخ وفي تسميع في فص تاني لو الاتنين سماعوا فص مخ واحد بيبقى اسموهم حاجة تانية بس مهمش بايبولر في المسي الفرق يعني احنا كنين عندنا صدمات بس على فكرة هو اغلبيتنا كده يعني الطبيعي ان كنين عندنا مثلا مش شخصيتين هو دايما يقولك ايه على حسب اللي مستلم الشفت او على حسب انت طيب ولا لا لا والله بيتعمل بقى باحترام هتعمل معا باحترام بيتعمل معايا وحش ولو انا محترمة ولو انا شايفك يا اما هدايك دي باش بايبولر سه لا دي تباع بشر ولي اكشن لصدمات البيبولر دول اسمه كده ثنائي القطبية يعني عنده حاجتين عكس بعض فجأة مبسوط اوي فجأة زعلان اوي بتتعيش عارفة امتى بيطلع الوحش اللي جوا واحيانا يقذي نفسه والبيبولر دي انا بقول كلنا بايبولر بس بنسب انا بشوف كده انا شكتب اقولك انا كلنا بس بنسب بس بنسب بس بنسب مرضية بتحتاج علاج بتحتاج دوة وبتحتاج وفي نسب الانسان لازم يروح لدكتور لما يقذي نفسه طب ما هو هيقذي اللي بيحبه ما هو بالزبط هنا لازم نشوف بقى حد استشاري يعني نشوفك بقى دكتور أمان نشوف حد يتصرف معاه هي لازم تكلم لازم اكلمها او تكلمني طب ازاي خطيبة انا محتاجة معلومات اكتر ومحتاجة اسأل عن تفاصيل اكتر ونقطة الشفاء بالنسباني انها بدأت بسرد قصة او ناتح اه وتطلب انها عايزة حد انها عندها ازمة كده يعني مش اقول العقد بس في مشكلة بسي خلي بالك احنا ما عندناش معلومات كتير قوي بسي اللي قالت ده مديلنا باستفادة مديلنا باكفاية قوي يعني هي فلد ايه ثقافتها ايه مستوى الاجتماعي ايه تعلمها ايه انا محتاجة اعرف ده تعالي نستشفه اكتر ان شكلها عمل ازاي او مستوى الاجتماعي وعند خايفة واحدة خايفة انها تخلف وخايفة على جسمها يبقى اكيد واحدة بتهتمي بنفسها وبلبسها فممكن تبقى مستوى مثلا متوسط او فوق متوسط لانه حلقولها شعرها خالتها وبتاع ده معناها انهم حلوين قوي لدرجة انهم معنا قصدي كده اه فهي لو هي بقى ده يعني مستوى الاجتماعي ده ومش عارف ايه خطبها زي ما خدش بياني لانه خطبها عنده الاشيوز بتاعته برضو انا من الحاجات اللي كانباهجي هنا انه عايز اقول لها ان في حاجة اسمها قانون الجذب افكارك هي قانون الجذب بتاعك فكل اللي انت بتخافي منه بيبقى حوالي هو بيتحقق انا هتطلق انا هتطلق اتروحي متطلق انا هسقط انا هسقط انا هسقط رجالة كلها خلنا في الجيلة كل رجالة خلنا اللي في الدنيا رجالة كلها أنا ناية جيلة كل رجالة أنا ناية اللي في الدنيا كل ما انت مركزة على حاجة هي هتجيلك فانت مركزة على انو ما بقاش عصبي هو بقى عصبي جبتي واحد عصبي بس هو فيه صفات جميل هو بيحبك ومحتويك وانتي وده باعترافاتك انتي فمن فضلك بسرعة شديدة لازم ببتدي نعمل خطة ثلاثة انتي قدرت يا دكتور اهو تفهمي هي عايزة ايا مالك انا مطلعة نوعات لازم هي عايزة ايا مالك قولي للنقط بليز انا عايزة عارفة قبل ما اقولك بحشان عندي اسئلة تانية جوايا مش عايزة اسيبها حاضر احنا قلنا ان هي اللي بتقوله ده مريا للمعاناة اللي جواها قدي قلناها الامان اتكلمنا عنه لانه لما اخدوها عملوها الختان وابوها وعاليتها خلاص دول كده فقدت الاحساس بالامان اوكي عندها دوافة انتقامية من الرجالة قالت كده لانه طبيعي جدا انه ابويا اللي هو انتي عارفة الاب ده يعني احنا بنات وعارفين يعني ايه الاب الاب ده مهم جدا يمكن في حياة البنت مش عايزة اقول اهم من الولد لانه الاثنين في نفس الاهمية في الحقيقة بس ده ليه دور وده ليه دور يعني البنت اللي ما عندهاش صورة ذهنية او احساس للاب الكويسة بيبقى عندها خلل دائم بتفضل تدور على بديل الاب او بتفضل تنتقم يعني بتبقى حسب ري اكشن بتاعها فهي بتنتقم من كل الرجالة او بتكره كل الرجالة عشان ابوها خزالها ومش بس ابوها كمان خلانها فهي كده ما عندهاش نموذج للراجل الكويس هتجيبه منين طبعا تمام وبعدين بقيت بقى الحاجات حريصة في التعامل ده من بابا وخلانها الامان ما بيفضلش معي على طول لانه هي ما عندهاش ثقة في اي حد حتى في خطبها ما هي ولا في نفسها بس هي كده بتستقطب بالطاقة السلبية صح زي ما انت قلت يا دكتور بتستقطب ما عود اقول ده اكيد كلهم هي بوحشين اصلا الناس تبقى طيبة معايا ليه اكيد كلهم هيطلعوا وحشين انا راح الشغل الجديد ده كلهم وحشين ما خليهم وحشين صح والسدات وحشين بيختفوا الرجالة وازميلتها بتلون على خطبها هيروح رايح لازميلت لو ما سكتيتش بقى ما هو انا عايز اقول لها من فضلك يا نسرين اسكوتي بقى اركزي على الايجابي في حياتك زي ما بيقولك بالبلد دي كده لو ما تعديش تنبوري ان تعدي تنبوري تجيب لنفسك الحاجة الوحش احنا اللي جنين فينا صفات غريبة دي جملة كان لازم واقف عندها ان قانون الجذب بتاعها صفاتها الغريبة جابت لها حد شبه صفاتها الغريبة فهم قصدي يس التفولة القاسية والختان اتكلمنا عنه ظلم الام ده هي هتعيش طول عمرها خايفة تتظلم او تكون نسخة من امها او خليت مهو الزبط التحرش انا قلت انه مشاعر الناس ربنا ما حطش المشاعر في اوالب يعني انا احس غير ما انتي تحسي احنا ربين بنحس كويس لما بيحصل تحرش بيحصل خلطة من المشاعر مش شرط بقى تحصل في التحرش بس لا بتحصل في الختان وبتحصل في مواقف كتيرة يعني لو ممتي زقتني زقة قوية انا مش متوقعها وانا طفلة قاعدة بلعب ودخل التسرخ وراح تواخد مني اللعب وممكن يترجم نعمل انواع التحرش بعدم الامان فاهمها قصدي اذا هو التحرش ايه حاجة مخيفة بتحصل مؤلئة هي مؤلئة لي في حاجة مخيفة بتحصل فجأة انا مش فهماها وبدون مقدمات وانا مش متوقعها فبتعمل انواع مشاعر مختلفة ان انا انتهك خصوصية حد يعني ادخل عليه فجأة او اخوفه او 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 اتكلموا فيهم لكل ناس اللي عندها افكار بتهاجمها فيه طريقتين فيه طريقة انا متعلمها بالدين وفيه طريقة متعلمها من المديتيشن من التأمل طريقة اللي في الدين وده كلام شيخ انا بثق فيه هو قالك لما في افكارك تهاجمك او تلاقي الشطان بيلعب بدماغك ويقولك ناس بتكرهك ودول موز ودي هيخونك غمض عينيك وفيه نية في قلبك اقطع بينك وبين الفكرة واقول بسم الله الرحمن الرحيم امنتوا بالله قول امنتوا بالله ثلاثة اربع خمس مرات الله ما بيرك وبعدين تذكر صفة من صفات الله صفات الله الرحيم الوهاب الودود انا اقام المحسن بقول ايه امنتوا بالله رب العالمين لاني انا بني قدمة بيجيلي افكار زي احد طبع تمام فدي حاجة واخدنها من الدين اكني عملت حصني يعني زي وجعلت انا مثلا تترجاتلي سالي مش بتحبك الحلقة هتطلع بعد الشر وحشة مثلا ففي سري بنيتي بقطع اقول الفكرة دي مش بتاعتي مادئين مش بتاعتي خالص دي جاية لي من شطان حتى مش بنغير صوت امنتوا بالله رب العالمين هتلاقي الشطان يطلع يجري ويسيبك في حالك دي في الدين اللي في الانرجي بقى او في التأمل انتي عارفة فيه كورسات في التأمل فيه طرق كتيرة جدا 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 تخليل افكار تهدى ابسطها نوع من التأمل اسمه تي ام دي تايشن بتدرسه ستة لبنانية جميلة جدا لحد عايز البيانات معاشين فاقول ولا لأ بس لو حد عايز انا ممكن بس باختصار بنعمل ايه بنقعد قاعدة مريحة وناخد نفس عميق كده مرتين تلاتة ونقول في سرنا هدوء عشان نهدى ونزبط الستوبوتش بتاعت الساعة على عشرين دقيقة ما بنكلمش حتى بنقعد كده الافكار بتبتيجي تجيلك عادي الافكار لا ينفع ترحبي بيها ولا ينفع تتخنئ معها ينفع تعملي ايه تلحظي التنفس تقولي كلمة دزهنك ما لهاش معنى يعني زي شزام زي أكلاوة في كلام كثير مالوش معنى جبت đấy كلمنا من ايه من الناس اللي درسولي لا انا قاضي اش معنى شزام اش معنى أكلاوة لأ انا مالهومش معنى اي كلمة مالوش معنى اي كلمة مالهاش معنى اوكي أكلاوة انا دول الكلام اللي في زهني دلوقتي وإحنا بيتكلم فاهمها قصدي أو إيه تاني أو أقول كلمة إيه تاني فكروا بقى نتاهد لجمالها نعمل فزورة وندي جايزة خيلوا أعمل لعشرة جنيه الجديدة لكل واحدة يقوم بيكلفة ملا شمعها أحسن أن التمرين ده يكون بيشتت انتباهك أو تفكيرك لأي حاجة سلبية التمرين ده بيعمل إيه بقى؟ التمرين ده بيعمل فوائد كتيرة أكثر مبداعين في العالم هتلاقيهم اسمهم بيعملوا مليتيشن ده ومن الناس اللي معروفين في مصر والوطن العربي وهي بتتكلم عن ده وقالت إن أنا كنت عزة فهمي حاجة في حتة وبعدين بقيت عزة فهمي في حتة تانية خالص بعد ما وزبت على تي أم مديتيشن ستة عظيمة عزة فهم فهو العبقرة والكده إيه فايدة المديتيشن؟ إنك بتقيشي قوة اللحظة يعني الوقت هي نسرين عايش على طول في صدبات إحنا بيحسن إن إحنا عندنا حاجات كده في العقل اللواي اسمها لحظات مجمدة إحنا اتحبسنا اتجمدنا فروزن مومنت جوه الصدمة قصدك إنه أيوان صدمة رح تبقفل علينا وخلاص بيجوان وعايشين بيها بقى هي معاينة بقى بقالها عشرين سنة بقالها فإحنا كلنا محبوسين جوه براويز حديد كده حلوة قوي إحنا اللي عاديين نعملها وندهنا ونزبطها حوالينا فإحنا مش عايشين قوة دلوقتي الحقيقية يعني دلوقتي معاكي في الحلقة مركزة جدا إن أنا أفيد صحبة المشكلة احتمال أكون عارفة أنجح في ده بنسبة كبيرة عشان أنا متعلمة كويس في الحتة دي أما الناس العادية عندهم ستين فكرة في دمقهم تريليون فكرة بالدور فالميديتيشن بتخليك تعرف تقيش قوة الآن الآن أنا يعني نسترين تقوله نفسها كده في اللحظة دي أنا بمشي على رجلي أنا بتنفس أنا بخش الحمام أنا بشتغل أنا محبوبة أنا عندي مصدر دخل أنا فيه رجل بيحبيني ومتجوزة وهرتبط بيه يخاف علي وحسس بي وحس بيه ودي حاجة مهمة إنك تحمدي ربنا لأن فيه وعد في القرآن لقين شكرتم لأزيدنكم فده وعد رباني ده منهة كده تعيشي عليه فنركز على النعم بتاعتنا ونحس بدلوقتي دلوقتي إيه اللي حصلت دلوقتي لا فيه الختان ولا فيه ماما لشعرها ولا فيه خلتي ولا فيه كده فأنت كل ما بتعودي مع نفسك تلت ساعة مركزها في دلوقتي في كلمة ما لهاش معنى بلايش ركزي في الشهيق والزفير أو أنا ليه بقول كلمة ما لهاش معنى عشان المعاني هتجيب مشاعر وأنا مش عايزة لمشاعر والأفضار قلتلك من شوي أنه أنا أعمل بلاك للحاجات الوحشة عشان أحرارها قصدك كده أنه أنا أركز في حاجة يعني أشتت انتباهي من الوحش مش بس فأركز في حاجة ما لهاش معنى هحط لخطيب يسمى في الأكل الفكرة دي يا بنتي مش بتاعتك هي جايالك من سنين أخرى من مواقف أخرى لا تخص خطيبك في شيء فهو مش طرف في المعاناة بتاعتك هو مش طرف يا نسرين هو مش معجب بالبنت والبنت مش معجبة بي هو مش طرف يا نسرين سعر في الرغبة الانتقامية اللي عندك أنه أنت حس بمنت إزاي أنا بعد كل اللي شفته ده أحب وأبقى ضعيفة لا ده أنا هسمه فهما هي عندها عشان كده أقولك تحتمال تكون بايكولة لا لو عندها أنا مش فكرة كنت إيه والأجر على الله أطلع والأجر على الله ليه يا ماما ولا على الله أنا عايزة أوضح لها أن المشاعر دي حب ده جميل ما تخصش خطبها طب أنا عايزة أتكلف في نقطة مهمة جدا عايزة أتكلف في نقطة مهمة جدا اكثر دايب لما حد يبقى لا إنجابي مفروض يقول الطرف الآخر ولا لأ بسي لا إنجابي ده ضد القطرة وضد الغريزة ايه ده ايه اللي دخل علينا فجأة ده ايه اللي لا إنجابي ده ما لش ما لش ألا يكون فعوانها ليه طبعا دي حاجة ربنا خلقنا بيه غزبا عنه حبتي هي خايفة هي ما هو ده أنا ده تحليلي بناء على اللي حصل بعد ما حصل هي الأول ما هو سالي خليكي معي ما هو بالعقل إنه يربطني زيادة واتضرب واتبهدل زي ماما مثلا واو ما هو ماشيتي ماشي معي في التسلسل اهو اه أنا قريت القصة وليكو خدت نوسة عشان أبقى عارفة أمشي بالتسلسل رعب هي الأول لما حبت تجننت طبعا حست بحاجات مش عاملة حسابها عليها وبالتالي لما هتتجوز هتحس بحاجات أكتر مش عاملة حسابها عليها يعني أي حد لا إنجابي بيقعد يقول كده هو ده من وراء قلبه وده مش ده ضد الطبيعة وضد الغريزة بتاعتنا طبعا ده مش حقيقي صح طبعا يقولك لأ أصلا أجيب طفلة ليه تعذب في عالم مش عارفة مليام معناه هو ده كلام يا بنتي أنا أو أنا مرة زمان وقبل مدرسة الكلام ده وقبل مدرسة كده قلت مفيش حاجة ممكن ما عنديش نقطة ضعفة أو حاجة ممكن توجع قلبي أو يتلويد رايغر ابني أنا محسن يا أمو محسن محسن أيها قلبي قلبي أمو حياتها وقر عليها ربنا يحفظ يا رب يا رب وأنا متأكرة مش أنا بس أكيد كل أم كده وده إحساس جميل صح نقطة ضعفة ده ناكي لأنه ده يا جماعة ده حتى يعني أقولك إيه ربنا وصف الأمومة دي بكلمات في القرآن ما توصفش بيها غير الحمل والوهن بس في الحتة دي يعني كلمة حملاتهم هو وهن أنا على وهن دي بس على الأم والحمل يا جماعة يعني هي بتقول كده من وراء قلبها طبعا هتسعدي نسرين نسرين هتبقى أمه هتتجاوي هتتغيرت وزي الفل مدام هي عايزة تتغير على أييد مين بعد ربنا ربنا جعني سبب أن أنا أكون سبب في ده نورتين يا دكتور أمه ده نورك يا أحلى ساني في الدولة يا حبيبتي والله شفت يا نسرين أهو ربنا إن شاء الله يحلها من عنده لسه هرجع بعد الفاصل أتكلم معك شوي استنونا بعد الفاصل كل خبراء الطب النفسي قالوا قالوا أن أصعب حاجة نقدر نفهمها بالكامل هي النفس البشرية ما حدش فينا بيقدر يعرف نفسه بسهولة يما شفنا مواقف وحكمنا عليها وعلى أصحابها وقلنا إزاي هم إزاي عملوا كده بس لما تحطينا في مكانهم وإدينا بقت في النار زي ما بيقولوا مش في المية اكتشفنا إننا بنعمل تصرفات تانية خالص غيره إحنا جوه الموضوع يعني بره حاجة وجوه حاجة ما تحكمش على حد عكس اللي إحنا كنا بره فيه لكن أنت يا نسرين على قد ما رسلتك صعبة تخد كلامها جامد قوي ويخوف يعني أنا خفت على خطيبك على قد ما احترمتك جدا جدا ليه بقى لأنك رغم العقد والمشاكل اللي إنت مرتي بيها دي وحاجات وحشة جدا خلتك وصلتي للمرحلة دي على قد ما كان عندك القدرة إنك تطلعي كده زي ما بيقولوا وتشوفي نفسك من بار أكي إنك قاعدة تتفرجي على نفسك وإنتي على المسرح عرفت توصفي وجعك وعقدك ومشاكلك بشطارة ما شاء الله الله هم بارك بجد تتحسدي عليها شفت في رسالتك واحدة فعلا عندها رغبة حقيقية إن هي عايزة تقول كل عيوبها وأزمتها وعايزة فعلا تتغير عكس الناس كتير قوي بتتدعي المثالية ولبسين ماسكس أو أقنعة الحكمة هم مليانين مرض نفسي وعيوب احترمت فيك يا ناسرين إنك بتحاولي تفهمي نفسك عايزة تغيريها بعدتلنا هنا في القصة حقيقية ودي بداية التغيير عشان نتكلم في المشكلة دي أول خطوة في العلاج إن أنا واجه المواجهة أبقى صريحة أعترف بس يا ناسرين أعيز لك على حاجة أنا حاسة إن كل عيوبك دي هتتغير طالما قدرت تقوليها هتقدري لأنك قوية بتعترفي بيها ونصيحة مني عشان خطري أعرفي أعرفي قيمة خطيبك واضح جدا إنه بيحبك متمسك بيك رغم كل اللي بتعملي واضح إنه شريكي وإنه إنسان طيب ومحتارم تم تعملي زي ما قالك لما تتخنقه أو تختلفه في حاجة روحي صالحي احكي له زي ما هو بيعمل معاك اهتمي بمشاعره ما تجيش عليه ولا تجريحي تكسريه كده ده إياكم وقهر الرجال طب ليه يعود يفكري كده كان فيه جملة قررتها عجبتني أوي بتقولك إيه ممكن أشتكي منك ليك ممكن ناس تخد على إنها إيه إنه نحناحة وحب قوي لا دي حقيقية أنا عايزة اشتكي منك ليك ممكن أقولك حصل واحد اتنين ترى تربعة ما تشليش جواكي وبلاش بمشاعره عايزة احطتلك سمه في الأكل دي هيخاف منك حتى لو كان بيحبك بجدر إنه أنا عارفة أنت بتقولي كده من وراء قلبك مش هتعملي كده بس ده حب بزيادة طب متجربة تشوفي دكتور دكتور نفسي بتصيقي فيه تمشي على خطته وبقى اللي هو هيقولك عليها هتلاقي الدنيا أحلى ودكتور أمل زي ما وعدتك إن هي فعلا هتساعدك وتتبنى الحالة عمرها ما خليت بينا دكتور أمل ربنا يبرك لها بس قبل كل حاجة أوعي تستعجلي الجواز طالما أنت لسه مش هقولك بقى تتعافي وأنه مرض طالما أنت لسه مش عارفة أنت جواكي إيه لسه جواكي شوية أسوى جواكي شوية غيرة وجتوا بغيرة مرضية شوية وعيت تتجوزي على طول ما تأجلي شوية لحد ما تفهمي نفسك أكتر ولحد ما تبقي كويسة وجهزة أجلي عشان ما تظلمهوش معاكي وعشان تتجوزي وانت مرتاحة وجواكي يبقى حب وراحة ورضى بدل ما تبقي خايفة أو كرهة وعايز أولك على حاجة الماضي اللي حصل حاولي تنسيه ما تبصي لقدام خلاص ربنا بعطلك هدية عشان يصلحك على الماضي ويعواضك بيها ده عوض ربنا جميل راجل طيب وشريكي وبتحسي معاه بالأمان زي ما انت قلت في رسالتك صح؟ يبقى فكاري كل حاجة الدنيا فيها الحلو وفيها الوحش مش كل الرجالة وحش ولا كل الرجالة متحرشين لا لسه فيه محترمين محترمين أكتر على فكرة مش كل الستات خبيثة طيبات أكتر فيه طيبين قوي وحنا ينين قوي بس بخصوص إنك لا إنجابية مش بتحبي الأطفال المصطلح ده أنا هو جديد علينا داخل علينا جديد أنا لا إنجابية أنا دباتية أنا ما كنتش بس معها بقلي فترة يعني فدي نقطة لازم تصرحي بيها خطيبك عشان كده حرام وقبل ما تصرحي اعرفي كده وفهمي نفسك انت فعلا مش بتحبي الأطفال ولا ده شعور من جواكي هيروح لما تعودي وتصفي مع نفسك وتفكري أنت عايزة إيه مش يمكن لو روحتي لدكتور وحسيتي إن انت بدأتي تتغيري وغيرتي نفسك للأحسن هتكوني أحن ست في الدنيا وأحن أم سمعتي معنا في الفقرة اللي فاتت النصايح والتوجيهات بتاع الدكتور أمل يا ريت تعملي بيها وأنا قاعدت أتكلم معيك شوية وأتمنى إن احنا نبقى أصحاب وتبعتلنا تاني واستنى منك رسالة جديدة تطمينيني فيها عملتي إيه هستنى من كل يتفرجوا علينا وسمعوا قصة نسرين يقولوا لي هل فعلا زي ما بيقولوا من الحب ما قتل يعني عشان بحب حد قوي أخنقه وتخنق معاه وغير عليه ولا لا يبعتلنا على فيسبوك وتويتر وإنستغرام وواتساب خليكم معنا دايما في القصة حقيقية باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة